هنروح لخبر مهم جدا يخص اتحاد الكورة وكان لازم نقف عنده هو خبر أو موضوع يخص قرار لجنة المسابقات بالتنسيق مع لجنة الحكام بتغليض عقوبات الاعتداء على الحكام في الموسم الجديد النهاردة فيه بند اتحط في اللايحة الجديدة بتضمن انه في حال اعتداء اي لاعب او مدرب على اي حكم ايا من الحكام هيتم اقافه 16 مباراة كان الاول بيتم اقافه 8 مباراة فقط ده كان في اللايحة القديمة النهاردة القرار ده رائع 16 مباراة يعني نص موسم احنا بنتكلم على نص الموسم تقريبا فنتمنى ان اللايحة ديات لجنة المسابقات تحديدا لما تخرج للنور تكون واضحة بنودها اكتر من كده يعني البنودة اللي بتتضمن اللايحة ديات علشان لما يحصل اي خطأ النهاردة مش كل واحد بقى يقعد يفسر اللايحة ديات على مزاجه خاصة وان احنا عندنا او عشنا في ازمة كبيرة جدا في الموسم السنين اللي فاتت بسبب اللايحة بس وشفنا مواقف وقزمات وكوارث بيكون فيها يمكن ما بيكونش فيها قرار رادع وبيتم يمكن اقاف اللاعبين لا مش بيتم اقاف اللاعبين طب نرجع للليحة طب اللايحة بتقول ايه كان المشكلة سهم اللايحة اللي فاتت كان فيها شكل مطاطي شوية مطاطي يعني الجملة بتبقى ممكن تحسب بشكل اه ناخد عقوبة رادعة باقاف كبير ولا ممكن تتاخد بشكل تاني لا ده في تحت باند عقوبة متوسطة باقاف ست مطشات بس اعتقد خطوة مهمة جدا ان الانتحاد القرى بيقوم بهذه لكن زي ما انت بتقولي لازم تكون الامور واضحة الجمل في اللايحة وقانون يكون على مستوى واحد ما فيهاش مطاطي اه لا تمشي ستة وتمشي ستاشر لكن اعتقد عقوبة عقوبة رادعة يعني انت بتتكلمي على ستاشر مباراة من موسم اربعة وثلاثين اسبوع بتتكلمي تقريبا على نص الدوري على دور كامل من الدوري عقوبة رادعة نتمنى انها كمان نتمنى اولا ان ما يحصلش احتكاك بالحكام اه طبعا ده المقامل اول طبعا نتمنى ان كل الناس تكون على مستوى المسئولية ولو تم الخروج عن النص اكيد العقوبة يعني تنفذ وتنفذ بشكل كامل وشكل على جميع المستوىات على جميع الاندي اشتركوا في القناة